السلام لعائلة كديرين لبس عليكم صحتكم بخير أتمنى تكونوا بأحسن احوال نشبكم كتشاهدوا هذا الفيديو المهم خير من قلب و القلب و القلب على البرد اواج البرد واحد القديس يخرجوا من القناعات ولا سوف ترككم بالتحس وطلبسها مجردون أن تخرجوا في الحويج ولا تخرجوا من القناعات وصبهم يجب أن تقلب علينا وشوف الحاجة الوحيدة أنا لك يقاتلني هنا الدباب وشني ولا يقول لك في البرد وش سافران يجب أن تقلب علينا وإذا يبدأ لك أمين وقاتل الدباب مهم يصفي عليهم المهم يقلب علي البرد الحمد لله لما البرد ولا الصيف وكما يقول لك البرد ستعدد ويجري عليك المنطق وتلبسي مزيان وكتسخني وكتشدي الركنة أما الصيف يجب أن تقلب من السدري لسدري وكتنجي هنا من السدري لسدري ووالو الحمد لله رواجه البرد وكذلك أنتوا مع عدد البرد اللي يكين داب حاليا في الصباح أنا اليوم كانت ثمانية وكانت واحد القس وستمعت غالة ومشيت المدرسة ومقرأتش اليوم كان لديهم الإدراب رجعت مقرأتش اليوم لما يوم هذه الفيديو درداشة معكم ما فيه لا شقة لا طياب لا تشفاف لا روتين لا تحاجة نقلس ننظر معكم واحد شوي لا تشفاف فيديوهات اللي ننظر معكم وكانت بحلال مجمع معكم قليل يعني أغلب فيديوهات اللي ننظر ودكش الحياة اليومية مهم اليوم قلت ننظر معكم هذا الفيديو اخفضوا في ضريف وننظر معكم ونجاوبني أحد الأسئلة في الانستغرام مهم الحبايب بزفة الأسئلة الأسئلة متكررة امتى ترجع الإمارات امتى ترجع عند مهند بعد الأسئلة تفقى في الداكرة بعد الأسئلة تنساهم واحد السؤال جاني كتبه لي واحد السيدة ولي وشدك الوالدين عندك مكين نصحوكش ترجع لدارك عد راجلك ولي سوف يستحلى واحد تصرف عليهم بركة معاه مبقاش تقول لك ارجع عد راجلك سوف يميك وزعمة اختي الله يسمح لك وش الوالدين انا لأقلس معهم عدا تصرف عليهم الوالدين سوف انا قلس معهم لما قلست مع امرأة هم ملزومين منا احنا بناتهم كبرنا وهم ربونا احنا ملزومين منهم وش كينا ولا ما كيناش وش الوالدين تاجي عندهم تقلسي معهم انا تصرف عليهم انت فيما كنتي الوالدين اشوفو انا نقول لكم حد الحاجة والدين عونوا وليداتهم وقررهم وصلهم ويكونوا الوالدين ميسورين مثلا عندهم شي مدخول ومشاريعهم كتشوفي بعينك انهم لم يحتاجين لك اما تشوفي الوالدين ذلك وخاصك تعاونيهم وقبل قليل رأى كذا تعاونيهم انا اسواء انا في الامارات ولا اسواء انا معهم ومساكن انا ما قاعدة ما كنتدير لهم وش كنجيب لي وش كنصرف عليهم وش كنتشوفوا قدامكم في الفيديوهات بالنسبة لي انا ماشي شي حاجة والدين ديالي تمحنوا عليا والوالدة ديالي تمحنت بزيف واذا كنت نديرو اليوم مردين اليوم تربع الوالدين كيبقاوا في واحد المرتبة بوحدها ما عارش تديرو ليهم ما تعودوهمش تحاجة والله العظيم رأى سواء انا والاخواتي المهم معلينا سؤال حياتنا امتا ترجى الامارات طولت هذه المرة في المغرب طولت امتا ترجى وش مانا ماشتر وش مانا تستقر انا حاليا البنات قلت لكم اننا جيت للمغرب ولكن قطعت غير المجية المجية ما زال ما قطعتها وما زال ما عارفش امتا نقطع حد الساعة لك ديالتك نظر معكم والله ما عارفة امتا غنرجع المهم بقى مجلش مراسي وانقول صفي نهار الفلاني انا غنقطع تيكت انا وابنتي غنرجع المهم على ذكر غنقطع تيكت وغنرجع انسيت انا واحد الاسئلة يجيوني نوروش بالصح انتي غيرتها في المغرب حيات الوراق ما عندكش بش ترجع الامارات ما عندكش الوراق مسالي لك الوراق ديالامارات غنرجعوك انا اي حاجة تسموها من عندي رهية الحقيقة انا انهار اللي جيت للمغرب انا ما قلت لكم انا سالولي الوراق قلت لكم انا جيهنا يرتاح واحد شوية كنا كانوا سالولي الوراق انا قلليكم سالوو ونجلس في دارنا انا قلت لكم 3 ووراق وعد المشي وما فيها التعيب وانا حاجة نقول لكم الوراق السالولي وانا قلت لكم بحاجة الوراق انا في السابق ان نقلل الساولي الوراق ومان غدا نقطع انو وبنتي ان شاء الله انو وبنتي يعني رمان بساللية لوراق ويقالوا وقالوا وقالوا الوراقة السللية الحمد لله باقي وريقاتي في الإمارات كيفما هوما غير هو كما كتعرفوك إنسان نهاري يخرج من الدولة مثلا أنا جيت هنا قلسة المغرب لما خاصني حنفوت 6 أشهر لفت 6 أشهر هنا في المغرب الوراق بوحدهم غايمش أولي يعني سواء يكونوا مثالين ولما مثالين فت هنا قلست هنا 6 أشهر سافيرا الوراق غايمش أولي يعني خاصني نحاول ما أمكن يعني نقلس يعني الإنسانك يعرف لقلس نحاول ما كمشت الشهر رجع لي قبل باش ما يمشيوشي الوراق المهمة دا كانوا حد توضيح حتى بزاف الناس كي يقولوا رواء ما أناك الوراق سالة ولو كدك شغلش قالس وكدت سنيتها طلع الوراق وحط رجع الله الحبايب ديالي كما قلت لكم مع هندي الوريقات الحمد لله وحس السؤال واش والديك ما كينصحوكش بكيقولوش لك يعني الحاجة زوينة والحاجة اللي ما زويناش ما كيقولوش كسير رجع دراجلك شوف الواليدة والواليدة عمرهم تدخلوا أصلا بين يو بين راجلي كي شي حاجة شوف هنا سنوات وانا مزوجة وانا مشي بزوجة غير البارح وانا هم سنوات وعمر الواليدة هز التليفون ولدوات مع راجلي وقالت ليعلى شو كيفاش كيف ما بغي يكون المشكيل ولا كيف ما بغي تكون الحياة كتعرفو كين بزاف دي الوالدين كيددخلوا كل واحده كيشوف الندرة باش كيفوك المشاكل بنتوك اللي كيهزو النفس بالزربة كيتعصى بيبدأ يا عيات يا در يا در ولكن الوالدين ديري من نوع لمسالمين الشي الوالد عمره في حياته قال المهنة شي حاجة للضرر في خاطره ولكنه يتفرجوا في يرام كيشوفوا كدبني في وجهه عمره هز التليفون قال ليش حاجة لقدرتي لفعلتي له هذي واسواء الوالدتاية عمر هز التليفون قالت لي لا علاش وليده ولا هادو ولا بالزينة ولا بالخيبة والعمره بدخلت فيه أنا قالت لي تديري هذي اللي بركي ريحي ما تبشيش ولا سيري ولا شوف يش تديري كتعرف لي شوف الوالدين ديالي عنده امتيقة كاملة فيه أنا عارف اني أنا كندير الصواب اللي كيصلاح هو اللي كنديره أنا مش وحد دريالي شوفوا قاعدة من المرحلة المراعقة وكما كنقولوا التهور والطيش وهذي ويا ما تبغي هنا وتبغي تسيري وتبغي تلبسي وتبغي ولكن جات وحد المرحلة اللي صافي كتصافي بحلقة تكبري فاهمتوا عارف اني أنا ما ندير شي حاجة خيبة وعارف اني اللي قلست رجالسة وعارفها شك ندير لما ماما غادي يقولي يا شنو غديري ولا سير اللي قلسي ما كيقولي يا بواغي الصراحة المهم ما كيقولي يا لا أنا شي حاجة لا راجلي شي حاجة الحاجة اللي كيقولوها لي أبني ثلاث ثلاث بك الأيام حيدي ركتعرف ودي هذرت الوالدين راح شوفي قالت لي يا وخامت كوني الشر يا دارك هذي دار والديك فيما تدوري تيوبنتك ولوليداتك اللي كانوا عندك هذي دارك جي ليوز قلسي كيف ما بغايتي وش حل ما بغايتي ركتعرفوا والدين مني كيشوفوا ولادهم في الوربة واني كيجوا عندهم مدل هذري كيقولي انكيقولوا لها شوف لما عجبك الحال ووقعوا لك المشاكل ولا دارت عليك اليوم لها هذي دارك صافي ولي عدوا لي ما عندوش را كتقولي ختموني را كتقولي الهام فيما تدور بك الوقت رجعي لبلادك ورجعي لدارك صافي حيك الانسان را غي مشي لبلاده را كيلي مشاو درب ثنين وما داروالو رجع خاوي زيارة كيلي مشاف في العام الاول وعام التانى ما شاء الله دار الاشي يرجع إلي عبر بلاد و وألا دخل إلي بلاده كل واحد كيفاش يطرق اليلي و الأيام صعيبة والحالة الصعيبة خاص الإنسان كما كتقولوا لي بثياء شكرا شكرنا شكرا الناس اللي كتنصحوني و شكرنا الناس قال لي كنتاقدوا شكرا الكل شي شكرنا الناس اللي كتنصحوني بثياء اللي كتنقوا لي عفاك ديري على شترو الجرى و اليوتيوب مادايمش سوشين ميديا ما دايماش غادي يجي واحد الوقت في قطعه الارتان ريت واشغل تاكلي تيوبين تاكو هادي ديري شي مشروع يش ترجعي رانيك نقول لو نعودها بكراش انا ما تابتاش انا ما عارفاش انا ما عارفاش انا ما عارفاش فين اصلا غنقلس استقرار مكينش انا عندي واحد الحاجة استقرار مكينش ما زال استقرار مكينش يعني ما عارفاش انا كنت هنا عارف راسي غنستقر في المغرب غراج ليساعدوا باش يدخل ونديرو احنا شي بيع وشهرية وندير شي مع شروع صغير اللي بقى يدخلي مدخول شهر كما قلتون انتو ما راسوش الميديا ما دايمة نقدر اننا نخدم اليوم نقدر ما نخدمش غدا كبكتعارفوها ماشي ديمة 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 ما تبقى معاولين على اليوتيوبرا بس حقيقة الانسان كيكون داير شي حاجة للدواء المهم ومن القدام ان شاء الله يتغيروا بزفة الحويج وما تعرفوا مخبّلين الله سبحانه وتعالى من القدام ويقدر من راجلي يدخل وليد خلر هنية عليا والله العظيم مقاشر يمشو شراسي يعني انتي لهي هو هنا يعني انا قاسة مع والدي هنا وراعدي ضريره وقال كل شي تمالي وانا قنات نجي انجلس هنا وغاا استقار اكيد غاا نقول لكم انا قادم المغرب وغا نستقار في المغرب وداري غاا نبيع الفرياش وغا نطلقها وغاان صور ما فيها بس يعني ها كنصور معاكم كل شي غاا فيديو غا نتبارتاجه معاكم ولكن انا جيت هنا وغاا اوتاني ان شاء الله باشا رجع باشا رجع لامارات ولكن ايه متى غير رجع بقى بحددتش قاع ايه متى غير رجع المؤهم ده مرة عندي وقلا شي شهرين ده بقالت انا هنا يو لا ما عارتش شهر و عشرين يوم شهر اطين و عشرين مو يمقرب نكمل شهرين بلكن يعني ادريت طولت ايه المرة طولت ايه طولت بزاف فكري يالله عدي يالله قرب تكمل شهرين ده باشكل السلاف دارتك ويكون خير برداد قداب وره اللي ها نكون غادره وره اللي قطع تيكيسة غادر راجع ان شاء الله نقرأ بعض الكومونترات عشاني نار ينورة ولا تحالتك في العربية ده اللي الدين قاع تشوقته ولا تيك احلاق ما جيتش معك العربية ولا تيك زرقاري اختي غير شوفك عائلة مهند ويتفرج فيك مهند ولا تيك حالتك حالة هو غدي يزيان هو غدي شي يزيان وتيكادوك ترجيب الله ولا تكفصي فيك العربية ولا تيكش معك العربية رجع الامانات في حالك وشوفوا العربية هنا في انتزاديت هنا في انتزاديت وهذه البيئة التي تزاديت فيها وبالنسبة لديك حالة واللون واللون وهذا ضروري المرأة القراوية هي هذه هذه ما كتشوفها هي ميزة ميزة بدك اديها كتكون شوية حرشين كيكون اللون شوية ديالها غامق راه بدك تمارا وانا ذك تمارا المرأة البدوية من المرأة القراوية اللي كدربت تمارا ديال البصح واش انا تمارا اللي كدربوا على العيلة هنا في العوبية هي اللي كدربت انا الحمد لله لا وانا كانوا واحد اصحاباتي هنا عندي ما شاء الله كانوا عندهم البهيم وعندهم الغنم ينضعوا الصباح باقي ما طلعش يوردوا البهيم ويوكلوهم ويحلبوا وينكسوا الكوارع وكيبشوا وطلقوا الغنم في الغابة باش كياكلوا وكيحطبوا من يكيساليو الغنم من يكيساليو المياكلة وكيحطبوا وكيجي تخيلوا بعاية هات شيو شي يديروا واحد راجل راجل ويتغلب وكيحطبوا ويوردوهم وباش كيوردوهم وباش كيوردوهم باش كيشربوا البهيم كيبداوا يجبون المق من البير انا صحاباتي كيتكالبشي باعاو كيتكالشو باش كيديروا روتين ديالو احنا ماعدناش هنالبقارو دكش بعدناش رياديك بوحدة خدمة رعاية الغنم والبقار ديك بوحدة خدمة وكيجيبوا لي من البالات ديالك او اي موسم يتلقى يمخدامن وما يكيلسوش وتحية المرأة القراوية عفتوش الحمدولي عفتت تطاقة و القوة اللي اعطاها سيد ربي عطاها ديالك البيئة كل واحد اي بيئة فيها ربي سبحانه وتعالى القوة اللي يتحمل سبحان الله قلت يقولي وكذلك كل شيء وتحلب وتشقال دارهم وتشعر العواد وتعجن وتخبز الخبز في الفران وفي القيلة الشمش وها تدور في الخبز التحية وكذلك ما يقلسوش تدور في مقات السبعة كيكونوا ممثالين التامارة كي تعجشوا الى ناس كان نوضي يلا نطير ودك في طير لا نجبع دارنا ودبا ولا المق ولا الضو في الأول كانت نزق الماء من البير ونجيب ونعمروا المق من البير ونززوا على يدينا نعملوا ولا يدينا ما كانش عدا الضو نديرو الشمع ماشي مشكل انا 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 متأقل المق على ذلك الوضع ومني كنرجع انا من الامارات مكيكونش هل ديو احد اختلاف انا كانت اقلم على الوضع ديال الامارات وكانت اقلم هنا الحمد لله هدواء اصلي يعني ما اديتها مشكل انا نجلس في العربية كتشوفوني داري مفرشاها انا مفرشاها ومفرشاها بشهوة كما كيقولوا وديرها فيها كل شيء ولاش منشيش نجلس فيها انت مرح تماما نخلي هنا وليبيا لاكس لا انا نجبشي نجلس معه وليمشي نجلس معه وهنا ما اديش المشكل الحمد لله وانسان في مرتاح يجلس حوالشاني كنشوفوني نعسف الأرض ويهي لنوارا أقل ما اديه بعدها مرح يجب نعسفه في곡 البونجة وكتشوفوني ال� deposじゃない رجال على الحمد لل tendencia goog gol كتشوفوني في داري بالامارات أنا رت Pose داري الامارات الدرس لا يمكنني أن تصليكم لديك حلول يأيدي وصمار لي وجهي حيث ابنت العربية وزكر في العربية هذا هو حال لأن الناس يأتي لنا من المدينة يأتي لنا نضياف ثلاث يام اربع يام يتبدل فيه من النون شوف البدينا نزراقه والنون شدوا الوين وخاوك اختي وخايا في العربية هاترا بقى زينة بقى زينة الاختياطي واها ده كيف يرى فقوك ما تكلمين هذا هو مهم حبايب كيف يمكننا ما تدرش معكم بحضرشها خفيفة سوف ننهي معكم الفيديو ان شاء الله الفيديو قادم بإذن الله اتمنى أن هذا الفيديو خفيفة وصف على القلب كف العادة واتسنوني الفيديو قادم بإذن الله ومع السلامة حبيبي